امتلاك القوة أم استعراضها؟ سؤال يصاحب السفن الثلاثة المفرج عنها والتي احتجزت الاثنين الماضي في ميناء الصليف بالحديدة حيث نقلت وكالة يونهاب عن وزارة الخارجية الكورية إطلاق الحوثي السراح البحارة بينهم اثنان كوريان الرواية الحوثية تضاربت بشان عملية الإفراج فقد غردت إحدى قيادات الميليشيا بتويتر عن عدم علمها بهوية السفن حال احتجازها ورجعت في الوقت نفسه سبب الاحتجاز إلى ضغط الرياح وهيجان البحر الذين اضطر السفن للهروب باتجاه المياه الإقليمية اليمنية وهو ما يعد تراجعا عن الرواية الحوثية التي بررت الاحتجاز بخرق السفن للمياه الإقليمية وقد شكر حينها محمد علي الحوثي رجال القوات البحرية على إنجازهم الاثنين الماضي كانت سفينة ترفع العلم الكوري وسفينتان سعوديتان في الطريق من ميناء جازان السعودي إلى ميناء بربرة الصومالي لكن ميليشيا الحوثي اعترضت طريق السفن الثلاث قبالة جزيرة كامران اليمنية وسحبتها إلى ميناء الصليف في محافظة الحديدة واتهمت حينها الحكومة اليمنية الحوثي بتفريغ ما يقارب خمسمائة آلاف برميل من المشتقات النفطية من السفينتين السعوديتين فيما اكتفت السعودية والإمارات والبحرين بيدانة عملية الاحتجاز ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تهديد السفن المارة بالقرب من اليمن لكنها هذه المرة تتزامن مع المحادثات السعودية الحوثية والتي ترعاها مسقط وهي مباحثات تتم بضو أخضر من واشنطن وهو ما فسره محللون بأن الميليشيا الحوثية تحاول ابتزاز العالم وتوجيه رسالة بأنها المسيطرة أكثر من كونها تمتلك القوة الفعلية لتهديد الأمن المائي دولي في البحر الأحمر شكرا